غارات جوية جديدة لسلاح الطيران التابع لقوات الجيش السوداني تستهدف مواقع وارتكازات للدعم السريع شرقي الخرطوم في المقابل بدأت مضادات الدعم السريع في صد تلك الغارة واندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن تصاعد أعمدة دخان من عدة مواقع فيما أفاد شهود عيان أنهم شاهدوا سقوط دانات بمناطق متفرقة شرقي الخرطوم الناس تقعد مع بعض وتفق الاتفاق مع بعض والناس تقعد تتفق يعني أصدر الحرب نهاية في الأخير الاتفاق الناس تقعد في الوطن دي أي حرب في الدنيا ما بتنتهي كده ساكن لازم الناس يقعدوا في الوطن دي والناس يضعوا حل للحرب دي واستمر الصراع الدامي في السودان ما أثار مخاوف من تصعيد لا نهاية له من السكان المحليين واستمرت التوترات في منطقة العاصمة الأكبر في السودان والتي تضم الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وكذلك في جنوب كوردفان واستهدفت الضربات الجوية والقصف الصاروخي المضاد لطائرات قواعد عسكرية في العديد من الأماكن فيما تركزت الاشتباكات في الخرطوم وشمال أم درمان كما استخدم الجانبان المدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ والصواريخ والطائرات المسيرة وأسلحة أخرى لمهاجمة بعضهم البعض في الخرطوم والخرطوم بحري وتصاعدت حدة الصراع في إقليم درفور بغرب السودان وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال درفور ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة مدني بحسب بعض البانات من قبل المنظمات المحلية واتهم الجانبان بعضهم البعض باستخدام وقف إطلاق النار لأعادة نشر قواته لشن هجمات عن رأس الحرب بمجرد انتهاء الاتفاق والثمان يدفعه السكان الذين يعانون من تفاقم نقص الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومع اقتراب موسم الأمطار في السودان حذرت كل من منظمة الصحة العالمية واللجنة المركزية للأطباء السودانيين من أن أجزاء كثيرة من البلاد معرضة لخطر انتشار الأوبئة مثل الحزبة والملاريا وحمد نك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر